أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بزمالك وشدد المركز الإعلامي على أنه لا يمكن المساس بالنبتات والأشجار النادرة في حديقة الأسماك وأنه يجري حاليا تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة وفقا لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة وذلك بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين